كيف يمكننا التنبؤ بالمشاكل الأسرية قبل حدوثها؟ نعم صراحة هذا السؤال من بين الأسئلة اللي عجبتني يعني كيف يمكننا التنبؤ لما نقولوا تنبؤ ووش معناها؟ معناها هناك مؤشرات تدل على أنه لو يعني خاصة نحن في علم النفس نقولوا نتنبؤ على سلوك ما أنه يؤدي إلى النتيجة هذه يعني لما نشوفوا مشكلة أو نشوفوا حاجة موجودة في وسط الأسرة أو وسط المجتمع نقول أن هذا الأمر أو هذا السلوك لو استمر بهذا الشكل سوف يؤدي إلى المشكلة يعني الموجودة في الأسرة من بين التنبؤات اللي نقدر نقدر يعني نشوفوا من خلالها وجود مشاكل في الأسرة اللي هي مثلا لما يكون هناك أزواج مختلفين من بيئة مختلفة مثلا بيئة مثلا سحراوية وبيئة أخرى في منطقة أخرى لا نقول أنه يعني حتما سوف توقع مشكلة ولكن ربما اختلاف البيئات هذا يبرزلنا مشكلة اجتماعية في عدم التوافق في عدم الانسجام بين الزوجين أو حتى في العادات والتقاليد بين الأزواج كذلك ربما مشكلة لما تعود مثل مؤشر لما تعود الأسرة مثلا عندها أب سكير أو أبي تعاطى الخمر هذه مؤشر من المؤشرات اللي يتنبئن على وجود مشاكل داخل الأسرة أو داخل المجتمع كذلك مشكلة أخرى أنا أراها يعني الزواج المبكر ربما صراحة من بين المشجعين على الزواج المبكر لكن لما يكون زواج مبكر وعادة موجود نضج بين الزوجين أو بين يعني الزوجين اللي هم احنا ننتظروا منهم إنهم راح يكونوا أسرة يعني أسرة كما نقوله وأبناء صالحين لما يكون ما كانش نضج ما بين الزوجين هنا راح يكون المؤشر هذا أو الدليل هذا على أنه راح ننتظروا هناك مشاكل أخرى يعني موجودة في مستوى الأسرة شكرا